يقول أريد أن أسأل عن حكم مسح رأسي في الوضوء هل يجوز أن أمسح رأسي للخلف فقط دون معاودة المسح للأمام لأنني عندما أمسح رأسي للخلف والمعاودة من الخلف للأمام يتقصف شعري والحقيقة أنني لم أفهم ما خطورة أن يتقصف شعرك وما معنى يتقصف ومن المنطق جدا أن يتقصف لأن تمسح إلى الخلف ثم تعود إلى الأمام ليتطهر رأسك ويتطهر شعرك والله تبارك وتعالى له في هذا حكم أن تتنظف ولكن أنت تريد أن تمسح شعرك في اتجاه واحد خوفا من أن يتقصف شعرك وكأنه إذا تقصف كأن هذا من المخاطر أو من الأوبئة أو من الأمراض وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الإنام والشفع والتثليث في مغصولنا بدء الميامن سواك ونديب ترتيب مسرونه أو مع ما يجب وبدء مسح رأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه إذن يستحب أن تمسح رأسك من الأمام وأن تعيد من الخلف فإن لم تعد من الخلف فقد تركت مستحبا وتعمدت أن تترك هذا المستحب وقد يكون رضا الله تبارك وتعالى في هذا المستحب فلا تتركه ووضوءك صحيح